في وضع شديد التعقيدات انبثق ضوء بالقيس فكانت التحدي الصعبة والرهان الرابح خلال عامين فقط استطاعت ان تحظى باحترام الجمهور وتدخل الى كل بيت في ربوع اليمن الكبير ذلك لم يكن محض صدفة او ضرب تحظ بل نتاج استراتيجيتها التي نسجتها وحددت معالمها ورتبت اولويتها بناء على احتياجات الجمهور واخلاقيات المهنة استطاعت ان تنقل هذه المعاناة والمأساة الكبيرة التي يعيشها المواطنون للعالم كان لهؤلاء ولغيرهم الحظ الاكبر في ترتيب اولويات القناة التي وضعت على عاتقها ملامسة معاناة الناس وفي سبيل ذلك خاضت العديد من التحديات للوصول الى الحقيقة ونقلها وفق معايير مهنية واحترافية فكانت في قلب الحدث في جبهات الحرب واماكن المعاناة هذه القناة الرائعة التي اشتغلت بكل حيادية وغطت كل جبهة القتال دون الالتفات الى الامور السياسية والامور الحزبية والامور الاخرى نبارك لقناة بالقصة الفضائية انطلاقتها الثانية برغم انها قناة لا تزال حديثة الا انها احدثت ضجة اعلامية كبيرة ولها صدى اعلامي واسع نقلت معاناة الشعب اليمني فنشكرها شكر كبير ونثمن جهودها ونتمنى لها مزيد من التقدم والالاق والتفوء فيها مهنية عالية فيها تنوع وفيها تقطيع للصورة الكاملة ولان الجمهور هو رأس مال الوسيلة الاعلامية ايا كانت فقد حرصت بلقيس على تقديم خطاب بناء ومتجرد الا من القيم الانسانية والوطنية فاثمر ذلك رضى الناس ومحبتهم وذلك هو الامتحان التي سعت القناة الى اجتيازه قالت بلقيس من القنوات المهمة التي تنشر الاخبار والحدث اول باول نرجو منها الاستمرار في هذا التطور والدعم ان شاء الله يكون مستمر لها ليس من السهل العمل في بيئة كاليمن يسودها الانقسام والخطابات المتشنجة لكن وضوح الهدف وسمو الغاية والرسالة مكنت بلقيس من اجتياز تلك الصعوبة لتصبح صوت من لا صوت له ولسان حال المواطن الباحث عن الامل من بين ركام الحرب